ماذا نعني بزمن المضارع البسيط هو الفعل الذي مستخدمه للتحدث عن حدث معين لا يحدث في الماضي بل يحدث الآن في الأوقات الحادية وهذا الحدث يحدث بتكرار أو عادة أو إنه الحقيقة ثابتة طريقة سيارة الفعل المضارع البسيط طبعا عندنا طريقة سيارة المضارع البسيط المضارع البسيط المضارع البسيط إذا كان الفعل ثم الفعل مضافا معه الحلف الأس الملحقة بالفعل ثم نقول به لكن هناك ملاحظة مهمة هنا لابد إضافة حرف الأس في الفعل في حالة توفر شرطين بغلتين الشرط الأول إذا كان الفاعل في بداية الجملة عبارة عن الضمائر التالية هي شيئت ونمكن أن نقتصرها بكلمة شرط إذا لو توفرت هذه الثلاثة الضمائر في محد الفاعل ثم من الضروري وضع حرف الأس في الفعل الذي يلي الفاعل ولدينا مجموعة من الأمثلة إذا في جميع الأمثلة السابقة لاحظنا وجود الحرف أس مأخوذ ملحوقا بالفعل المضارع والسبب هو أن الفاعل هو أما هي شيئت أما الضمائر الأخرى فلا تتبع نفس القاعدة مثل وي ذي آي يو فإذا نتبعها الفاعل يوضع كما هو بدون حرف الأس الشرط الثاني هو إذا كان الفاعل يعود على أسم مذكر أو مؤنث أو جمال أو غير عاطل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر